أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عن زلال أبده القرآن في ليلة القدر التي عازم خيرها من علف الشعر ويدوم سلامتها حتى آمة للفجر لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشرع قلق آدم فابتلا ثم ايتباه فتعب عليه وهدا باس نوحا فسنا الفلك بعمره وجره ونجع الكليل من النار فصار حرها بردا وسلاما وعطى موسى تساء آيه ونجع من فرعون وأيد إيسا بآيه تباهر الوراه وعنزل خير كتبه على محمد فيه البينات والهداح نحمده على ما عنعم علينا من هذه الليلة المباركة ونسل ونسلم على خير خلقه محمد المبؤوس في أم القرى وما حولها صلو الله عليه وعلا صاحبه في الغارع ببخر بلا مرا وعلى أمر الملحم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى أثمان زوج ابنتيه ما كان حجيسا يفترى ولا ابن عمه علي بحر العلوم وعصد الشرع ولا بقية آله وعصهابه الذين انتشروا فتلهم في الورع وسلم تسليما دائمان متلازمان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 في ورّمجتم الزيارة أعلى الرسالة سنة جاهل año فتش مشاهده Funny من diyor من construct una جدا مع برّكا للسراب من يقدم ста سُحتزززنا و tudo سنة جاهل سنة جاهل cuzgren اشتركوا في القناة 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ولك الحمد نانسي قنقر 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 وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراهمين اللهم اجعلنا ممن يحلل هلالا ويحرم هراما ويؤمن بمهكمه ويعمل بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته وعلهم اجعلنا ممن يقيم حدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدودا واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا دواءا ولأبصارنا جلاء ولأطامنا دواءا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل واسبغ علينا به النعم وادفى به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الصابرين وعند النماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن ساوة شياطين فشغلتوا بالدنيا عن الآخرة فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانا وقلت يا أزمن قائل سبحانا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفسهها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فانزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وعند ختمه من الفائزين ولتوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم فاغفر لنا اللهم فاغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين وهذه المسيئين منا للمهسنين اللهم ما قصمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وآفية وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير وما أنزلت فيها من سوء وشرح وبلاء وفتنة فاصرفوا عنا وعن المسلمين اللهم إنك أفو كريم تحب الأفوة فأفو عنا اللهم إنك أفو كريم تحب الأفوة فأفو عنا اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد وعيقذنا لتذارك بقايا الأعمال ووفقنا لتذود من الخير والاتكتاق وجعلنا ممن قبلت سيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت ذلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان بردوانك وجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أصماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم وجعلهم شاكرين لنعمك متنين به عليه قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووتي مدخلهم واقتلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الظنوب والخطايا كما ينقى الصوب العبيض من الدنس اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسهة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات أفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون العلحاج متمنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك وردوانك واثقين وإلى على ألو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراهمين اللهم انقلهم جميعا من ذيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في ثدر مخدود وتلح منضود وظل ممدود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وقنا برحمتك يا أرحم الراهمين اللهم إنا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسالك من خير ما صارك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وإبادك الصالحون اللهم إنا نسالك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وما قضيت من قضاء فاجعل آقبته لنا رشدا ربنا تقفل توباتنا ومحس ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حجتنا واحد قنوبنا وتدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واحدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى الثادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرداء ومن الفقر إلى الغناء ومن الإثاءة إلى الإحتان ومن الظل إلى العذر ومن الإهانة إلى الكرامة ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراهمين اللهم إنا نسألك الأمانة والعفو عما تلف وما كان من الظنوب والإسيان اللهم اختم لنا بخير وجعل واقب أمورنا إلى الخير اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك وجعلنا أقنى خلفك بك وأفقر إبادك إليك وحبلنا غنا لا يتغينا وصحة لا تلهينا واغننا اللهم عن من أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة عن لا إله إلا الله وعننا محمدا رسول الله وتوفنا وعن تراد عنا غير غذبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراهمين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان وآمنا من عذاب القبر ومن صال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وآتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران ويم من كتابنا ويسر حسابنا وتق الميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنات وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان اللهم يا ثامع الصوت ويا ثابق الفوت ويا كاتي العظام لحما بعد الموت صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا تدالنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا ضالا إلا حديته ولا سيرا إلا يسرته ولا باغيا إلا قطعته ولا طالبا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميدا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا عيبا إلا تترته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا عندنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصعنا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من كان منهم ميتاء ومن كان منهم حيا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا قد حذرنا ختم كتابك وأنحنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل على محمد وآل محمد ونسألك اللهم أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور وخولنا في جميع الأمور يا أزيز يا غفور اللهم جعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وكتبها وسمعها وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أخزامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيي لنا من أمرنا رشدا ووفقنا للعمل الصالح الذي يرديك عنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سمعنا وعطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تأقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي على محمد ما ذكره الزاكرون الأبرار وصلي على محمد ما اختلف الليل والدهار وصلي على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة